موسيقى ما بين تدرجات الأزرق المخملي وومضات الأرجواني تتراوح ألوان التنزانايت وهو الحجر النادر المصنف ضمن أغلى عشرة أحجار كريمة على وجه الأرض يتجلى بريقه في خاصيته العاكسة للضوء ويستخدم في تصميمات الحلي مثل الخواتم والقلائد والأقراط الزاخرة برونق استثنائي الناس في مناطق التنزانايت التي تعيش فيها قبيلة الماساي يؤمنون بأنه عند إهداء الأم التنزانايت قبل الولادة فإنه يكون بمثابة تميمة حظ تبارك الموجود الجديد اللون الأزرق هو الأكثر رواجاً من التنزانايت فكلما زادت زرقته غلى ثمنه وقد يكلف سعر القراط الواحد منه حوالي 1500 دولار غير أنه أقل صلابة من الماس والياقوت والزمرد لذا ينصح بالحذر من تعرضه للخدش أو الكس التنزانايت يعتبر أكثر ندرة ألف مرة من الألماس ومن الأحجار المفضلة لدى الأثرياء والمشاهير وهو باهض الثمن جداً ليس لندرته فقط بل أيضاً لأنه لا يوجد في أي مكان في العالم سوى تنزانيا تصدر التنزانايت نجومية عالم المجوهرات الثمينة رغم أنه حديث عهد عليها فلم يتم اكتشافه إلا قبل نصف قرن تقريباً في منطقة نائية شمال تنزانيا التي سمي نسبة إليها وهي المصدر الوحيد المعروف لهذا الحجر الفريد حتى الآن لكن وراء استخراج هذا الجمال قصة معاناة يتحملها هؤلاء من هنا تتم عملية استخراج التنزانايت لكنه يمر بمراحل كثيرة لكي يبدو على هذه الصورة ولا يعتبر حجراً كريماً ونادراً فقط بل يعتقد الكثيرون أنه يجذب الحظ والسعادة لمن يقتنيه روفيلا ياسين العربية أروشا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة